سوشيال ميديا والبداية مع هذا الاتهام الروسي الخطير لدولة الاوكرانية بانها الان بصدد المرحلة النهائية من تصنيع القنبلة القزرة هكذا الاتهام واضح من قبل السلطات الروسية ولكن اوكرانيا تنفي تلك الاتهامات وترى بانها محاولات من قبل الدولة الروسية من اجل تصعيد عسكري كبير داخل دولة الاوكرانية واستخدام واضح للاسلحة النووية نفس الكلام ينطبق على تصريحات بعض من المسؤولين الغربيين الذين رأوا في تلك الاتهامات بانها حجة جواهية من اجل استخدام موسكو للسلاح النووي خاصة في ظل تقدم اوكراني واضح في منطقة خيريسون اللافت للنظر ايضا هي تلك الفرقة فرقة النسور الصارخة الامريكية والتي وصلت للحدود مع اوكرانيا ويبدو بانها اتت من اجل ردع موسكو اذا ما ارادت استخدام السلاح النووي اذا تطورات خطيرة دعونا الان نتحدث عنها مع الاستاذ مصطفى النعيمي الكاتب السوري الذي ينضم الينا الان عبر سكايب اشتركوا في القناة